هو فريق السلة لحضرتك اللي انت هنتكلم عليه دلوقتي انت حضرتك عايز منه ايه؟ عايز منه ايه؟ عايزه يكسب؟ ولعيبة ما خدتش مثلا مش لقين فلوس للعيبتنا؟ الرجل اللي هرب؟ عايز ايه؟ موضوع فريق السلة احنا بنبني فريق بنبني فريق وانا بقول له حضرتكو احنا بنبني فريق حتى لو الموسم ده انت طالع منه صفر انت بتبني فريق في السلة مش من اول بس مباراة كده الدنيا بتتقلب والدنيا بتتحول ليه؟ ليه احنا بنهد المعبد بأيدينا؟ قيمة خمستاشا اللعب في السلة في نادي الزمال كالمحترف مشي انا سفاندي رحى الاتحاد مهابي ياسر رباط صليبي معاز ايمن هرب لامريكا مصطفى كيجو كان مصاب ولعب مصاب اتمرن تمرينتين ولعب المطش اللي قبله ما كانش بيلعب حازم المشد مصاب بعد حدثة ورجع خلع ابن النصر مجند في الجيش جبني الكتيبة اتمرن تمرينها واحدة ولعب ياسين ياسر من ناشئين راجل ده هيبقى برضو لعب كويس جدا سياسر امريكا ما عرفتش تستموني دال نفس الكلام يا جماعة فريق السلة بتبني فريق بتعمل تجربة كابتن مرعب بيلعب بتامل لعيبة وبيكمل القايمة قايمة اي مباراة باربع لعبا ناشئين استراتيجية كابتن مرعي انا اقسم بالله شابولك كابتن مرعي العظيم سلام على المطش اللي عمله يعني بيعمل تدوير بين كل اللعيبة عندك 12 اللعيبة المسجلين 13 عليهم في القايمة والظروف اللي ماشي بيها الفريق دي لازم لازم الكل يدعم الاستراتيجية دي لازم الكل يقف لازم الكل يهتم لان هو الراجل عايز يبني فريق ينافس في الفترات اللي جاية واعتمد على ناشئين لو احنا من اول مطب ومن اول حاجة كده خلاص هنهد المعبد خلاص يبقى ايه لازمتها هو ايه لازمتها هي الكرة خلاص بقيت مكسب بس معنا وقفت هنا بدل المرة الف وقلت الكرة مكسب وخسارة وتعادل وهنكسب هنكسب وهنتعادل وهنخسر في كل الالعاب في فريق الكرة هنعمل كده لكن كابتن مرعي بالمطش اللي عمله ده اكسم بالله احنا كلنا معاك وانا اكسم بالله معكس تجربتك دي اعمل والسنة جاية حازبك والسنة اللي بعدها حازبك اعمل لي خطة وعمل لي فرقة نافس الاهلي وتنفس الاتحاد ونتنفس الجزيرة وانا وانا معاك وفي ظهرك ونادي الزمالك يقدر وغني بابناؤه انت بتلاعب منافس في نص في نص النهائي المفروض تخسر بالكل اللي بيفهمه سالة عارفين الكلام اللي انا بقوله ده تخسر فرق عشرين تلاتين لكن انت تفضل متقدم في اول اتنين كوارتر انت انت متقدم على الاهلي رغم كل الظروف اللي عندك دي فاضل ديئتين ونص والفرق اتنين بومت تلاتة وستين واحد ستين على ما اعتقد وديئتين ونص وانت روحت بهجمتين لو كنت خلصت في الهجمتين تقول كنت انت اكسبت المباراة كان كل الكلام ده تغير والناس اللي بتنسان عايز افكر حضراتكم الموسم قبل الماضي على ما اتذكر مع اجوستي لما كان مدير فني انت خسرت دور المرتبط ده ودائما بتخسر دور المرتبط خسرته في دور التمانية وعملنا كامباك تاريخي ورجعنا عشان كده اخدنا اه الدوري وخدنا خدنا البطولة الفو وخدنا افريقيا لازم نصبر لازم نصبر وانا من هنا بقول للمستشار مرتضى منصور مطلوب من حضرتك حاجة واحدة بس انزل يا فندم وقف مع لعابتك ارجع روح تاني للعابة السلة واليد والطايرة هم محتاجين الدعم عشان احنا لما هنشوفك كده كله هيقف وراك وكله هيدعم لعابته اللعابة محتاجة دعمك معاهم انزل لهم زي ما كنت بتروح لهم وقف معاهم في تمارينهم الفترة دي كلنا لازم نقف كلنا لازم نقف خلف ملوك الصلاة ترجمة نانسي قنقر